الشجاعة في قول الحق من أهم الصفات التي تميز الشخص صاحب المبادئ والقيم السامية فقول الحق لا يحتاج فقط إلى عقل متفتح وضمير حي بل يتطلب أيضا قلبا شجاعا لا يخشى من العواقب الشجاعة في قول الحق من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان إنها تعبير عن قوة الشخصية والتمسك بالقيم والمبادئ حتى في أصعب الظروف في حياتنا اليومية قد نواجه مواقف تتطلب منا قول الحقيقة حتى وإن كان ذلك قد يسبب لنا بعض العواقب غير المرغوبة فالشجاعة في قول الحق تتجلى في قدرتنا على الدفاع عن الحقائق والوقوف في وجه الظلم دون خوف على سبيل المثال في المدرسة قد يواجه الطالب موقفا يستدعيه للإدلاء بالحقيقة سواء كان ذلك في قسمه أو عند رؤية تصرف خاطئ يمكن أن يكون التحدث بصدق أمرا صعبا في بعض الأحيان خاصة عندما يكون هناك ضغط اجتماعي أو خوف من العواقب لكن الشجاعة الحقيقية تكمن في القدرة على مواجهة هذه المخاوف والتمسك بالمبادئ قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان مما يوضح أن قول الحق هو من أسمى درجات الشجاعة حتى وإن كان في مواجهة قوة أو سلطة تخالفه فالصدق والشجاعة هما أساسيان في بناء مجتمع عادل ومستقيم ونتذكر دائما أن قول الحق هو قيمة ثابتة لا يجب التخلي عنها مهما كانت التحديات الشجاعة في قول الحق علامة فارقة للأشخاص أصحاب الضمير الحي والمبادئ السامية يجب علينا أن نتعلم كيفية الدفاع عن الحقيقة بشجاعة لأنها أساس العدل والنزاهة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا